شركة قاطرجي لنقل النفط أحد الشرايين الهامة لاقتصاد نظام يتعرض للهجوم لأول مرة من تنظيم الدولة في هجوم تسبب بمقتل عدد من سائق الشاحنات ومرافقيهم وأسر آخرين العلاقة بين قاطرجي التابعة للنظام مع تنظيم الدولة لم تكن بهذا الشكل قبل أوامر روسية للشركة بقطع علاقتها مع التنظيم الذي تصرف بطريقته بحسب مقتضيات العلاقة الجديدة بحد ما ذكرت صحيفة المدن أسطول بري لنقل النفط يتجاوز كل الخلافات والفروقات ويشكل وحدة في المصالح هكذا هي قاطرجي التي يملكها عضو مجلس الشعب حسام قاطرجي إذ عملت الشركة على نقل النفط من شرق سوريا عبر مناطق قسد وتنظيم الدولة ولم يوقفها يوما تبدل خارطة السيطرة ولا وجود القواعد الأمريكية الشركة التي تقبع تحت عقوبات أمريكية باتت أكثر من شركة نفطية بعد إنشاء ميليشيات قاطرجي التي يتزعمها عمر خالد البدر وهي المسؤولة عن حمايتها وما زاد ضرورة وجود القوة العسكرية التابعة لقاطرجي سوء العلاقة مع قسد وتنظيم الدولة إذ ضمت خلال شهر خمسمائة عنصر تم تدريبهم في حلب وتوزيعهم على مقار قاطرجي في الرق ودير الزور بحسب المدن شكل جديد من المؤسسات في مناطق نظام يشبه تماما شركة فاغنر الروسية وهو ما يصف إلى أي حال وصلت مناطق النظام